اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الورد في وورد زيرو في وورد اتنين في وورد اربعة وهكذا الفي دابل هتبقى في دابل زيرو في دابل اربعة في دابل تمانية وهكذا الهدف من الفاريابول اللي انا بخزن عليها قيم يعني ايه بخزن عليها قيم مسلا لو انا شغال عندي شاشة شاشة هدخل بقى بيانات هكتب بيانات على الشاشة البيانات دي هتدخل على انت بتدخل ايه? ارقام صح? هندخلها عليها لازم لان انا معرفش العامل هيكتب كم دلوقت تمانية كم دلوقت بخمسين او ستين او مية او زيرو صح? قيم متغيرة فلازم من البداية يكون ايه له ان هو هيدخل القيمة على لو انت عايز تاخد قيمة التايمر وتقول له قيمة التايمر دي مسلا خزنها عليها على الميمول عشان كمان شوية هجمع عليها خمسة وقرنها برقم فلاني هتخزنها على الميمول دي نوع هاي? لان التايمر بقد قيم متغيرة لو انت عندك عمليا حسابية هيجمع قيمة التايمر دوت زائد قيمة التايمر ده لازم ان يحط النتج على ايه? لان انا ما عافش نتج هيبقى بكام لازم دايما بكون رقم متغيرة وها كزا هيبقى الوها كزا الهدف بتاع هو البيت لازمته ايه? هو البيت ينفع خزن عليها لسان ارقام اخره كامل بيت واحد البيت اخر واحد صح? ما خزن عن ايه اخر واحد يعني يوم ما اجعل او ادخل قيمة من على الشاشة هيبقى العامل اكس حاجة موقع اكتبها واحد تشخلابها جدا يعني صح? تستيكر تبليه حط البيت والعلمك مش هتلاقي في البيت اللي سين اي عملية حسابية او عملية بتنقل او دخل قيمة على الشاشة بيت هتلاقي كله ايه مبايت يا ورد يا دابل ورد مش هتلاقي بيت خالص خمسين يعني مسلا ها يعني برضو ناتج عملية حسابية ما ممكن تكون خمسة او عشرة او مية حلو انا سؤالي يعني انا قصدك البيت عمل عشان خطر يحط جوة واحد وزيرو معين كل البلوكات اللي شغلها بالفاريابول مفاش البيت كلها بيت ورد دابل ورد اه هو بيجمع رقمين بيقسم بين الكين فات ليه دا ما تشغل يا بايت يا ورد دابل ورد ها هو لا حط البيت كان ممكن يشيله لأ ليه لأ ليه لأ ليه لأ ليه لأ ليه لأ ليه ايه دا لأ ازاي اليمبوت اسمه قويس سوائل 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 هو دا ينفع يتمزح لأ ليه لأن اصلا البيت والوورد والدابل ورد مش حاجة غير ان هما ايه بيت ما يقدرش يستنع عن البيت البيت دا كان موجود غزب عنه يعني يعني ما تستغلبش ان احنا مش نستخدمه همش نستخدمه عشان مش عايزينه بس الريد دي احنا بنصنعه كمجموعات كتمانية او ستاشر او اتنين وثلاثين لان انا مش هعرف يستنع البيت واحد مش هدفة ان انا اخزف فيها هدفة ان انا مش هينفع مساحة انا لو مساحة دي بقى البيت زيرو وبقى عن في زيرو زيرو غد في زيرو سبعة فما قدرش اشيل البيت يما هبقى الغي دا كل عاماتا لو عايز تستخدم الفاريبل كبيت اللي هاستخدام احنا اخدنا حاجة شبيهة بفي زيرو بوينت زيرو في زيرو بوينت واحد في زيرو بوينت اتنيني انبوت غلط لان الانبوت موجود على هاردوير الفاريبل موجود على هاردوير من برا؟ لا او بوتينفا؟ لا مين؟ فيش غيره؟ ميركر يعني عايز تعمل كنا؟ هدوس على اي زيرو بوينت وان وفي كلوز لستوب اي زيرو بوينت زيرو يشغل في زيرو بوينت خمسة في لاتش من الفي زيرو بوينت خمسة لما يشتغل ويروح يشغل مسلا الموتور وكذا يعني اخري يوم ما استفد منه هعمله زي الميركر بالزد وانعرف انه في حاجة في الميمور اسمها اللوكل فهتلاقي في حاجة اسمها ال زيرو خمسة مسلا و ال زيرو ستة و ال زيرو سبعة فالاستخدام بتاع بصراحة انا مش استخدمه لاني كاكا عندنا الميركر موجود بس يوم ما تحب تستخدم الفاريبل كابيت ما تتخضش لو لقيت البيلنامج فيه في زيرو بوينت اتنين عادي يعني كانه ام زيرو بوينت اتنين مش فرق الميزة فقا في الدرسة ده وقت هو البيت والوورد والدابل وورد ده الميزة بجد الاستخدام بتاع الفاريبل البيت والوورد ودابل وورد هتكون مع ايه مسلا هعمل حاجة بسيطة شوية وبعد كده هنعمل حاجة اسعب سنة سي عشرة كونتر اب كونتنج اب ريسيت بريسيت فاليو كيمة بتاعته اي زيرو بوينت اون بيخليه يشتغل يعمل اب و اي زيرو بوينت زيرو بيخليه عادي ريسيت لما حقا قيمة هيغير وضعه بالسي عشر هو الكونتر دوت مفوض النوع بعيدة دي زي ما انا عايز صح زي ما انا ههدد طيب سويا لو انا عندي مسلا معانة عملية معانة العملية دي اه ايه ما جيتش فنح? نا ما نرشل شوني يعد اب يعمل ريسيت ضي الكومة بتاعتي اكيد ما فيمتش حقيقة هنا لازم انا عشانة ماشي انا ما شايف عشانة وشانة مش فتس ساعات تانية يعني يعني لا ما انفعش اكرويتك معانيش قعد مع حد لو فهمت منه خمسين في المية انا فهمت كان خمسين في المية تانية ماشي ماشي بس القصرة بعد معدها ولا قبل ما عدها? لا قبل ما عدها يبقى معداش يبقى هاي اخوة استنى لما تيجي الاربعة وعشرين ها? هو بيعد خانات ولا بيعد الازاز يبقى ما شايفش الازازة لو جيت خمسين خانة فاضية مش هعدوه كان دلو كان بيعد الخانة الاعدة اللي في الازازة بس بس انا كنا خرجنا بره ما وضوع بتاعنا خلص انت عايز حط تبقى عشر حولك ممكن يستطيع فيه ثاني نرجع تاني كده الله يسمحك تاني ده برنامج كاونتنج عشرة الكاونتر ده بتعمله لما يحق كمه بتاعته هشغل الكيجيرو بوينت واحد الكيمة اللي هنا انا محددتهاش صح? دوت لو مربوط على شاشة يعني مربوط على شاشة يعني المفروض اللي انا عندي مصنع مثلا اه ولا افترض ان انا لو بتعامل مع تاجر عادي هحط له اتناشر كنز ما عرفش كنز بفادي اربعة وعشرين كنز في كارتونة واحد بس لو هراح هودي فندو الفندو بياخد كلمة كبيرة جدا فلا انا هديله هعمله علبة مخصوصة احط له كارتونة فيها ميت كانت زي ما راحت بتاع بس في الحالة دي معنا انا هعمل ايه في البرنامج? هغيره غيرت عايز ما اعمل تعدل في دونلود وارجا اعمل رن صح? تخلي انت عشان تعدل في كاونتر وقفت المصنع كله لا من الاول خالص انا عارف ان انا احتمال اغير كمية دي حسب العميل اللي بيجي يشتري مني فمن الاول خالص ما خليهاش كنز تخليها ايه? يتعامل مع ايه? ها نوعه ايه يتعامل مع ايه? ها دي بازل يكون بتاعه ايه? يبقى اجي هنا وقول له معلش انت بس تعد رقب انت هتعد ايه? زيرو ولا اتنين ولا اربعة ما تفرقش اي حاجة مسلا فهو يسكت وبعد كده وهو شغال ده ده الميزة بقى ان انا بيسمح لي اعدل في وهو شغال وهو شغال اقدر اغير كلمة دي مليار 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 مرة زي ما انا عايز خليتها خمسة يبقى بعد خمس ازايز هي مسلا هيزوق يدخلهم في كارتون خليتها مية بعد دمية ازايزها هيزوق يدخلوهم في كارتون وهكزا انا اللي بغير كلمة العايز سامة المكرنب راحتك عايز سامة يعني مش سامعك تمام لا 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 لان انت ما هي ده الميزة بقى ان الفاريابل بيسمح لك حاجة تعمل حاجة اسمها يعني تعديل اسنان التشغيل هو ده ميزة الفاريابل التاني كنت بتغير في البلنماء يقول لك لا يقول لك عندك عالكمبيوتر غير عالشاش ده اوقت بيسمح لك تلعب في الفاريابل ان انت تدخل على الميموري مش الفاريابل تجيره ده ميموري ما انت بتعدل دايريكت على الميموري مش احنا شعر حاجة اسمها الراية قوله الفرس قولنا الراية قول شغالها مع والميركر والتيمر والكاونتر والفاريابل كي جي وهي مزيتها مع الفاريابل جدا ايه ان انه ممكن اغرب برنامج فيها تعالى مسلا ازاي قبل ما انتوه كده مش احنا اخدنا صفحة فيها حاجة اسمها الادرس والفورمات والكاونت فاليو صح? الادرس اللي عايزين اعدل في مين? في دابليو زيرو. الكاونتر شغال انتجر وورد? اه ساينت. الفورمات نوعه ساينت. الكاونت فاليو هيقولك مسلا لو انت ما استخدنت ايش يبقى كميتها كام? زيرو. حاجة في نيو فاليو وقوله ان عايزها كام مسلا? خمسة وقدوص على علامة راية قول. ده الشكل بتاعها. راية قول. هتليل عمل ايه? مساح في وورد زيرو كتب مكانها كام? خمسة. خليتها عشرة ودوصت راية قول هتليدي بقت عشرة. يبقى مرة بقى بيشغل خمسة وده فعلا اللي الشاشة بتعمله. هي دي شكلانة الشاشة. اكي? طبعا المرات دي غيرنا كامة المرات دي ممكن اغير اغير قيم تانية. ممكن اغير قيمة على مسلا. عشان انا ممكن اقول له لو سيعة عشرة. عد. مسلا دي وورد اتنين شغل كزا. لو السيعة عشرة عد قدي كده قدي كده دي ما عرفش كامسة تتغير. روح هيعمل كزا. فيعمل ايه? هاجي هنا اقول له. في وورد اتنين. حسب باشوف غريبا برضو. هيقول لك في ثلاث زيرو. قلت له مية. معناها الكوانتر يفضل يعد لكن ده ما شايف الغير عند كام? مية. بدل ما كنت اكتبها في الاول مية. لو كنت اكتبتها مية كنت عشان اغيرها هتطرها اوقف في البي لسي وعمل ده وورد تاني. ماذا خليتها من حق اغير انا شغاء. يقيم عن طريق صفحة شاشة لو في شاشة. يعني هقول لكم معلومة. الشاشة اللي اسمها تي دي متين. تي دي متين. الشاشة في البي لسي. كل اللي هتعمله الحاجة اللي عايزة تغير على الشاشة ما تدهاش رقب. اديها ايه? و تعالوا على الشاشة قوله من حتة دي هدخل في وورد اتنين. ومن حتة دي في الشاشة هكتب ومن حتة دي هحط البي ده بالاربعة خلصة برمجة الشاشة. كله على اي حاجة مرتبطة بشاشة لا يمكن تلاقي فيها ولا 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 لازم يكون ميموري. ميموري من الاخر. اوكي? بيحتفظ بكمته. مش كان ميموري عشان كده كان بحتفظ بكمته. طيب هو ايه? واللوكال برضو ميموري. باخر كمه طبعا. يعني ده لوقتي بعتله كام? خمسة. ادفكة ربعة ورجحها يا خمسة. بعت له مية. بقتها بقت مية. واكزة. انا فدل انا امتد اه اه ده رامس الشكوري في ايه ما احطاها وهو بيعش معها. امي برضو مش شامزة كيف انا اقول تانا اشتفهمني. الريابل جول بي لسي. هي ميموري متغيرة. بعوزها لسبب. يا ام عندي حاجة في البي لسي ما عرفش يوم ما تتحققها تديني كيم يعني ايه? هقول له اجمع لي خمس زائد كونتر. ما عرفش هيطلع بكيم. ممكن الكونتر يطلع خمسين يطلع ستين يطلع سبعين. كي. فما عرفش ان انتج هيبقى كام. فاننتج لازم يتحط على ايه? على اوه هدخل كيمة منبرع عن طريق شاشة. فلازم ان تدخل على البي لسي جوة ايه? ايه عايز تكتب كيمة براحتك بس انت كاي سبتها. كده بقى ملقم مش منتكلم عن خالص. في دابلو كزا بقى. كي? اجي منبرع. بالزبط. ايه عرف ان الكيمة دي مش رقم. دي كيمة متغيرة. وقت ما اقول لك في ورد اتنين بكزا ما تلتحش بقى معي هو كيمة اللي هو لك علي اسمعها. بس بشرط ما هيبقاش اخروا اتنين وتلاتين الف سمائة سماعة وستين وانا اقول له تلاتين الف اه سريخ اربعين الف هايدين ايرو. مش هيرضى. هو هيدي لو جد دخله كيمة هيقول لك لأ كيمة دي كبيرة. مش تخلش عن حسب. قد يكون بالصدفة في في نفس البرنامج عايزة اغير الكمة دي هنا وهنا مسلا. فساعة هخليه نفس الاسم. في برنامج زي دوت ده ملوش على عقب ده. فمش هخليه نفس الاسم. تمام? اه يعني مساة هقول لكم معلومة كانت معمولة في مكنة. في فالفين بيفتحوا ينزلوا معين. حلو? الرجل بيزود بالطايمر. هو بيزود الكمة بالطايمر. فلما بيزودها بالطايمر اكتشفنا ان فيه مشكلة. في فالف كبيرة وفالف صغيرة. واحدة تلاتة بوسة التانية بوسة ونص. فلما بيفتحهم مع بعض في القفل القفل التلاتة بوسة دي يعني حتى لو قفلت بتنقط شوية. فبتلاقي ان النسبة بغضت. فخلناه يدخل الكمة اللي هو اعايزها. او اعايز الفالف دي خمس ثواني ايه كتب خمس ثواني. هيبعتها على ايه? حلو. الفانيابول دي ناخدها نشغل بيها السلودي الصغيرة اللي هو البوسة ونص. ونطرح منها سنتين ونرميها على 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 تاني ونخليها تعطي تلاتة بوسة. عشان نضمن تلاتة بوسة تفصل قابلها بسنتين. عشان ما يجيش في الاخر يقفوا مرة واحدة وتلاقي دعمة ينقط زياد. يشتنوا مع بعض. بس ده يبصل ده لك شوار. هو الراجل كل اللي كتب قيمة على خدنا 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 خدناها قيمة زمن بتاع البوسة الصغيرة اللي هي البوسة ونص صغيرة والسنود الكبيرة خدنا اللي وقدخلو طلحنا منه اتنين سانية وقدناها على تاني للسنود الكبير. اكي? افهمك قصد ايه في تامنين احسن. عشان تفهم قصد الاول روح ارسم ده على هتلاقي زيرو كميتها كام? ما محدش قال لها حاجة فكميتها زيرو في الاول. روح اعمل راية تقول بخمسة هتلاقي بعد خمسة عدته ويروح مشغل هنا. خليها عشرة يبقى عشرة عدته وشغل هنا. خليها مية ومية عدة وشغل هنا. جربها وكاين اعمل باننامج وقائع جدا بالفرياو. ترجمة نانسي قنقر